اهلا بكم طلبة الصف الخامس الابتدائي موعدنا اليوم مع درس نصوص درسنا اليوم هو نص مصر ونشودة الدنيا هنقرأ النص مع بعض في البداية النص للشعر محمود حسن اسماعيل يبقى قائل هذا النص هو الشعر محمود حسن اسماعيل يا مصر يا انشودة الدنيا وأغنيات الشعوب يا كعبة الأحرار رنه تاف نصرق في القلوب يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب يا جنة تهتز بالأسرار بين شزا وطيب وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب شدي الدياء من الظلامي ونوري كل الدروبي الشعر في النص بيتحدث عن مصر وبيقول أن دور مصر أن مصر لها دورا مهمة فهي سند لكل العرب يعني هي تساعد وتساند كل العرب في أي وقت سواء كان هذا الوقت هو وقت السلم يعني وقت السلام أو في وقت الحروب ومصر هي ملجأ لكل العرب يلجأ إليها الأبطال الأحرار كما أنها منارة للعلم الذي ينفعهم في حاضرهم ومستقبلهم ويقول الشعر أن مصر هي منبع البطولات ومنبع الأبطال دائما في كل المجالات وشبه مصر بأنها جنة جميلة لما فيها من خيرات وهذه الخيرات تبدو كأوزات رائحة جميلة ناخد مع بعض النص جزء جزء فهنقول أول بيتين فيه يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب هنقول أنشودة بمعنى أغنية وجمعها أناشيد الدنيا جمعها الدنى ومضادها الآخرة أغنية جمعها أغاني وأغنيات الشعوب مفردها الشعب البيت الأول شرحه يرى الشعر أو يقول الشعر أن مصر هي أغنية جميلة يتغنى بها كل الشعوب حبا لها وأعجابا بها يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب المقصود الكعبة هنا هي بيت الله الحرام أما المراد منها فهي مقصد أو مكان يلجأ إليه الناس الأحرار مفردها الحر ومضادها العبيد هتاف هو الصوت العالي ومضادها الهمس النصر مضادها الهزيمة القلوب مفردها القلب شرح البيت الثاني يرى الشعر أو يقول الشعر أن مصر هي مقصد لجميع الأحرار فكل الأحرار يلجأون إلى مصر طلبا للحرية أو كل الناس تلجأ إلى مصر طلبا للحرية وأن صوت انتصارات مصر يدوي عاليا وهو مثبت في قلوب المصريين الجزء الثاني نشوف مظاهر الجمال بتاعت الجزء ده عندي في الجزء أسليب نداء زي يا مصر يا أنشودة يا كعبة يا أم أبطال يا جنة كل هذه أسليب نداء تفيد التعظيم لمصر كلمتين أنشودة وأغنية تعبير جميل يصور مصر بالأنشودة الجميلة التي تتغنى بها كل الشعوب أو معظم الشعوب حبا لها وعجابا بها يا مصر ممكن نقول أسلوب نداء غرض التعظيم وممكن يقول أن هنا فيه صورة الصورة الموجودة يصور مصر بإنسان يسمع ويلبي النداء زي ما قلنا يا كعبة الأحرار أن هنا الشاعر قال يا كعبة أسلوب نداء غرضه التعظيم لمصر فهو أصده أو تعبير جميل يصور مصر بالكعبة وهذا يدل على عظمة مصر التي يقصدها الأحرار رنه تافو نصرك تعبير جميل يصور النصر إنسان يهتف بصوت عالي نهيزة يدل على انتصارات على أن انتصارات مصر عظيمة تعالوا نشوف مع بعض الجزء الثاني من النص يا أم أبطال الفنوني وأم أبطال الحروب يا جنة تهتز بالأسرار بين شزا وطيب البيت الموجود قدامنا الأول هنقول مع المفردات بتاعته جمع أم أمهات مفرد أبطال بطل مفرد الفنون الفن نفس الكلام جمع أم أمهات مفرد أبطال بطل مفرد الحروب الحرب ومضاد الحرب السلام شرح البيت الأول موجود قدامنا يرى الشيار أو يقول الشيار أن مصر هي أم تنتج الكثير من الأبطال في كل المجالات سواء مجالات الفنون وكذلك أبطال في مجال الحرب يضحون بنفسهم أو بأنفسهم من أجل مصر يا جنة تهتز بالأسرار بين شزا وطيب جمع كلمة جنة جنات وجنين تهتز المقصود هنا أي معناها تتحرق والمقصود بها أنها تمتلئ الأسرار مفردها سر والمراد منها الخيرات الشزا هو الرائحة الجميلة العطرة الطيب نوع من أنواع الطيور شرح البيت الثاني يقول الشيار أن مصر جميلة كالجنة التي تمتلئ بالخيرات ذات الرائحة أو ذات الرائحة الجميلة العطرة ما ظهر الجميل في الجزء ده؟ تكرار كلمة يا أم أبطال هذا يؤكد على أن مصر منبع البطولة يعني لما يقرر الكلمة في أي نص ويقولها مرتين ده أسلوب توكيد بيؤكد أن مصر منبع البطولة ولأبنائها الصبق في العلوم والفنون دايماً لأبناء مصر الكثير من العظماء يخرجون من مصر يا جنة هنهيد نفس الكلام قلنا ده أسلوب نداء غرضه التعظيم لمصر وممكن أن نقول هنا تعبير جميل صور مصر بالجنة لما فيها من خيرات وجمال يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب ده تعبير جميل يصور مصر بالأم التي تنجب الأبطال في الفنون وفي الحروب الجزء الأخير من النص وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب شد الدياء من الظلامي ونوري كل الدروب جمع قصيدة قصائد مضاد الشرق الغرب المطهرة يعني الطاهرة النظيفة النقية الطيوب جمع الطيب وهو نوع من أنواع العطور شدي الدياء الدياء المقصود بالنور وعكسه الظلام ونوري كل الدروب الدروب مفردها الدرب وغاناها الطرقات تمام؟ تعالوا مع بعض نشوف الشرح شرح البيت الأول الموجود أمامنا يقول الشعر أن مصر قصيدة جميلة يعجب بها كل من يستمع إليها أو يقرأها أو يستمتع بها كل من يستمع إليها أو يقرأها فهي زهور رائحة جميلة ويتمنى الشعر ويطلب الشعر من مصر أن تنهض لتقوم بدورها وكأنها تشد أضياء اللي هو المقصود به العلم لتنير كل العلم يطلب الشعر من مصر أو يتمنى الشعر أن تقوم مصر أن تقوم مصر وتستمر بدورها في نشر العلم في كل بقاع العلم الجزء مظاهر الجمال في النص قصيدة الشرق تعبير جميل يصور مصر بقصيدة شعرية جميلة يستمتع بها كل من يسمعها أو يقرأها شدي دياء ونوري دول أسلوب أمر الكلمتين دول شدي ونوري أسلوب أمر وأسلوب الأمر هنا في البيت ده مخصوص بيفيد التمني يتمنى الشعر أو يدو الشعر مصر الاستمرار في دورها في نشر العلم في كل مكان كلمتين الضياء والظلام بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه هل هي موجودة في أماكن تانية بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه كلهما صحيحة أو كلهما صحيحة التعبيرين دولت الاثنين صحيحة ما فيش أي مشكلة فيهم لما نقول يقوي المعنى ويوضحه أو يوضح المعنى ويقويه وكده نكون وصلنا لنهاية النص ترجمة نانسي قنقر